قال له لنادر السيد عام القلق. قلت ندر السيد رجل محترم. كابتال ندر السيد من ناس المحترمة جدا. كابتال ندر السيد بالنسبة لي اول مرة جيبه عندي هنا. انا متعاود اجيب كابتال شبير. متعاود اجيب رضعف دلعال. ابراهيم عيسى. انما ندر السيد لا ندر من الناس المحترمة. فصعب النادر يخلط او صعب النادر يتكلم كلام يكون قصد بيه حاجات خبيثة. فبصراحة يعني نفس اعرف ندر اه ليه. ماتفاعلة وبجد محمد فروش الزادة والله. ريت والله كابتال نادر. اسم عام منك ربنا والله ان شاء الله نكسب ناجيريا يا كابتال نادر. هي المياتها توقعاتها فقط. كلنا نتمنى كده اتبقى اول مجموع. انا شايف نحن نحن نقل روح نسمة عندي. مش ده انت وسعتها هو كابتال نادر سيما فايمة ليها كابتالنا. متوحد الليها كابتال نادر لما يشوفه نصف عب منظور الاول. اول ولا تاني ويشوف المشوار بنسبان عب اعمل ازاي. ايه ده كابتال نادر ايه ده على نفسك كيف? مش صعب يا. مش صعب يا كابتال نادر. تبقى صعب ايه متى كابتال طيب. لو 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 يعني لو تلقات انت حتى اللقم يعني حد تروح بردو. حتى تقامل الكلام على مشوار من متخب يصو. ملفيد و اهرا بأخذك. ملعب الجزائر موتيفور اه ملعب الجزائر اللي مشتابه هي يا جماعة هو بصه معلش يعني وما احترام من المنتخب الجزائر وما احترام لأخوة الجزائرين مش مطالب مني ان انا كمصر لما اتقلق لعب منتخب الجزائر اقول لأ اه لا 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 مطبيعي عادي طبيعي جد جدا ملعب الجزائر خصوصا ان هو اعلامي مصري في القناة مصرية لو طلع قلق مش عايز ألاعبولها ولا رب. هيبقى قاف ورا. فطبيعا ان هو يقول ملاحب الجزائر. هنحي هلعب الجزائر بس هيدي اللي عامل ازمه. احنا احنا لا في حمل جزائر ولا في حمل مره. ملناش ضعب الكلام ده. احنا خلينا يا عمي فقوتي بوار وخلينا كده نطلع اول ربنا يكرمني ونبعد عن ام المجموع الناح سيلي كلها. خلينا احنا بعيد عن حاجات ده المناد. خلينا بعيد. منتخبنا وكروج بنعق. فمناش ضعب الحاجات دي ومناش ضعب المنتخبات دي. ما ليه دايما من قارن اللعيبة اللي في منتخب الجزائر او منتخب المغرب او منتخب تونس او او السودة مش عبين 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 في مرسليا هو اصلا دولات هناك على فترة. يعني هو اصلا يعني هو ممش لعيبة مش زي محمد زراح من مصر على الليفربول كان هو اصلا لعيب اه اه فردسي محترف وبقجلة في منتخب الجزائر. لوجت يا ندر. لوجت. لو اشت جيت كحالها عمتها. جيت كحالها عمتها بجد والله يعني. انت عايز تقول ان الموضوع عادي والموضوع مش مشكلة بس ضربت منك يعني ضربت منك اوي. خصوصا ان احنا قاعدين في عالم عربي جميل الناس كلها بتتنشأ على اي كلمة تصنفوا على مزاجها. يعني كلمة ندر السيد اللي انا من شوية دي. انا شاف ان احنا هنقدر نروح ان اتراك يعني هما مش لعيبة. اه مسام حمد زراح راح من مصر على الليفربول كان هو اصلا لعيب. اه 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 فرنسي محترف وبقجلة في الزائر. مش شاف ان هما مجرد لهم سهلا يا ندر. غلط ما تدي معنى ان هو اتولد في فرنسا. فطبيعي نسبة ان هو يلعب في نادي فرنسي هتكون نسبة عالية لاتولد في اه فرنساوي لان هو موجود في فرنسا. ضربت منك اوي دي يعني. ده اللي جلبت قدام الكاميرا. فالمعنى ضرب منك طلعت حاجة تانية خاصة. يعني هو مسلا جاي يقول ان مسلا انا راجل هنا مولود في انجلترا. طبيعي جدا ان انا لو عندني مغيبة في كرة القدم هيكون اسهل بالنسبة لي ان انا اروح ارعب في اروح ارعب في انجلترا. فعنديش اي مشكلة. جزولة عربية جزولة عربية افخر بيها. في ناس كتير قالتلك لا في ناس مولودة في فرنسا بس بتاعشق الوطن وبتحب الوطن. هو ما اتكلمش على القصة دي خالص. ما اتكلمش على قصة حب الوطن. هو ما اتكلمش على اللعيبة دي عندها انتماء واللي ما عندهاش. هو اتكلم على حتيت ان اللعيبة دي ما تخوفش او ان هي بتلعب في اندية كبيرة لان هما كانوا متحلوم البيئة اللي هما يروحوا الاندية الكبيرة دي. يعني هما وردين في فرنسا. وقريبين من الاندية الكبيرة دي. فطبيعي ان هما الموضوع النسبة لي ما بقى سهل. جاب محمد صلاح وقال محمد صلاح بدأ من هنا من مصر. معناها محمد صلاح بدأ من تحت. محمد صلاح بدأ بخط من تحت خالص. ما يقولين عرب. بعد كده راح بازل. بعد كده راح تشيلسي. بعد كده راح. بعد كده راح. بعد كده راح. يعني معنا كده ان هو بدأ من تحت بدأ من مصر. هو بيتكلم عليها بس هو جيه تكلم فيها راحة ملوشة منه. ولما راحة الناحية التانية فيه ناس من الناحية التانية يخدوها وإلافها كده على مذاقهم وقال لك بس نادر السيد بنشكك في وطنية اللاعبة الجزائرية. ده انتهت ده على الواحدة. انتهت. والله اهد على الواحدة. يعني الفيديو على القناة الرسمية جاية تسعة تلاف وتمنمية. الفيديوهات اللي معمالها يا كتاب جايبة اكتر من كده اضعاف اللي هو يا الهي نحن حقا ما بنصدق الناس مع اي كلمة. نشوف نادر بعد كده ليه? هم فرنسويين او هم بلجيكا او هم 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 فرنسويين او هم بلجيكا هو نادر قصد يعني بص هو نادر مفترض ان هم يقول لك هم كانوا مولودين هناك في بلجيكا ومولودين في فرنسا. زي في لعيبة كتير المنتخب الجزائري المنتخب المغربي بيروحوا يدوروا عليهم هناك ويشوف قصولهم الجزائرية ويجبوهم يلعبوا في المنتخب الجزائري. يعني مثلا الياس اخو ماشي. الياس اخو ماشي وعبدالسامر الزلزولي معهم جنسية اسبانية. علشان خاطر هم عاشوا فترة كبيرة فحياتهم في اسبانيا. فطبيعي جدا ان هم يبدأوا ببرشلونة مثلا او يبدأوا بفرقة درجة تانية. مش يبدأوا من الوداد ويبدأوا من الرجاو. بعد كده يروح دوري الماني. ودوري فرنسي ودوري انجليزي. بعد كده يروح دوري اسباني. لا هو نادر. بص انا مش ببره لنادر. بس انا شايف ان النادر قالها كده بس هي تفهمة عن مزاج. بس الاسف هي المشكلة عندنا في اللي بتفهم عن مزاج. اللي بتفهم عن مزاج ده هو اللي بيلوش وهو اللي بيودي الدنيا فتاك. زي زي راني المنتخب المغربي بس كلهم زي ياش مسلا حاكم زي ياش فعلا كان مولود في هولندا. حاكم زي ياش فعلا كان عايش اغلب حياته في هولندا. فهو بيتكلم في حتة بس هو قال كلام تاني خالص. يعني المقصد غير الكلام اللي تقال. هو كان قصده حاجة وقال حاجة. وللأسف الكلام اللي قاله فيه ناس مسكوه. وبسم الله ما شاء الله ده يريني ان شاء الله له دلوقتي. فكابتال نادر السيد يعني يا عادي هو مع الاسف الكلمة اللي بتطلع من لسانك ما بتطلعش تركع تاني. زي الكلام اللي كنا بنتكر فيه مدرب المنتخب المغربي للرديف او مدرب المنتخب المغربي التاني. السيد حسين عموتها. مال لكن اشرب بن شارق يروح يلعب. جايبينه هنا عشان نسوها عشان نقل في مكان كبيرك بالمان الزبالك. ومر الزبالك فيه مغلط. الراجل مهما طلع برر معرفش يوصل لوجياة نظر لهو كان عادي يوصلها الناس. لانه خلاص التصريح طلع وتقال. هنا المشكلة بقى ان نادر قال فرنسي او بلجيكي. دي بقى اللي عملت ازمة. دي بقى اللي عملت معضلة. ودي بقى اللي عملت دخلة للناس اللي هي عايزة تقول لك يا كله تنتماء المصريين بيسفونا بالفرنسيين من المصريين من المصريين. مع ان نادر السيد كان قصده حاجة بس هو القسف قال حاجة. والحاجة اللي قالها دي خلاص لي بسة وهيكون حلالة. بس بيوضح 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 بيوضحها. بس طبعا هم هيسيبوا موضوع تعوضيها ده. دي عايش في هولندا وطبف هولندا. ونحن لها بانتخل المهرجة فالحوموش اصبرها. ما بكبوش يعني انا اصدق على ان يعني بس ما عشان ما نهولش الموضوع وانكبر الموضوع عن نفس الهداء. لا يا نادر هو خلاص الموضوع اتهول اساسا الموضوع اتهول وانت بسم الله ان شاء الله تنفاخت. والموضوع اتهول وربنا نستر انادر والناس تفهم الموضوع صح. بس في ناس كتير جدا رحي بتفهم غلط. لان احنا بسم الله ان شاء الله بقى انا بندعو هنا. للتفريقه اكتر بكتير جدا ما بندعو ان احنا نقعد نفكر في الكلام اللي بيتقال. احنا عايزين كلام يتقال عشان نقعد ندخلق مع بعض. مش عايزين كلام يتقال ونقعد نفسره. بطريقة صحيحة لان احنا نفسررات طريقة صحيحة في ناس اتزعل. ليه? الكلام اللي انا بقوله على نادر السيد الغل الكلام عن احمد شوبير لان احمد شوبير كان ليه حاجات سوابق معاينة كجمهور اهلي مع امور الزمالك مع امور منتخب مصر مع امور الجزائر احمد شوبير ونادر السيد لا يستويان في القصة دي خالص. فنادر السيد قال حاجة وحاب يصححها. خلاص الناس قطعت وخدت الفيديو وعملت علاج اكتاب. اتمنى انك تروح ترجع تتفرج على الفيديو كامل لو الفيديو عندي معرفتي تشوفه كامل. اتمنى انك تروح تشوفه كامل عشان خطر طرف نادر السيد كان قصده ايه بالزبط. وهو اهتهى ممكن تفهم المقصد الحقيقيق من الكلام اللي اتقال. مش المقصد اللي عايزيني وصلهه لك. اتمنى ان وجهة نظر الكلام وصلت لك. وهتمنى ان لو فيديو عاجبك اعمل لك او سلو اسكر ايه. ولو الفيديو ما عاجبكش ياريت ما معودش اتحبط ومش تبقى بعض. لان صدقني الموضوع مش مستهل كل ده. ولو رحت فهمت الكلام او سمعت الكلام كويس بنية صادقة ممكن تفهم الكلام صح. بس راحتك بقى في الحالتين هو ايه دي رأي وهو ده رأيك وانت اللي تكبروا ياسطى في الفيديو وبراحتك.